بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في قناة خفايا الطب البديل وتفسير الأحلام لماذا الرمان؟ ما هو السر في الرمان؟ لماذا يكرر الله سبحانه وتعالى القسم تكريراً بالرمان؟ ما هو السر أصلاً في الرمان؟ لماذا لم تكن أي فاكية أخرى بالرغم أنه الكثير جداً من الفواكه اللي أفضل منه في الطعم وألد حتى في المداق وفي الشكل أكتر جاذبية؟ لماذا الرمان؟ الله ذكر الرمان في ثلاث مواضع سبحانه وتعالى قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خذراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من صلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان آية رقم واحد صدق الله العظيم الآية الثانية اللي ذكر فه الله سبحانه وتعالى الرمان هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والزيت هنا والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من تمره إذا أثمر وآتوه حقه يوم الحصاد ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين الآية الثانية اللي هناك علامة استفهام حول الرمان الرمان أعتقد إنه يعتقد إنه فيه سر سر خطير جداً الآية الثالثة اللي ذكر الله فيها الرمان عندما يصف الجنة فتخيل أنت وصف الجنة والجنة وما أدرك ما الجنة قال الرسول فيها ما لم تره عين بشر أو ما لم تسمع عنه ما لم تسمع عنه أدن بشر ولم تره عين بشر ولم يتخيله عقل بشر فتخيل أنت من كل هذه الأمور خص الله من ضمن وصف الأشياء اللي في الجنة قال فيهما فاكيات نخل ورمان النخل ده على غير جانب سوف نتطرق فيه في حلقات أخرى ولكن الرمان ما هو السر في الرمان ولماذا يتم الإصرار والتكرار من الله سبحانه وتعالى على التنويه في الانتباه إلى الرمان ما هو السر في الرمان سوف نتطرق اليوم إلى طبعا هذا بالإضافة إلى الكثير من الأحاديث الأكيدة واللي مسندها أكيد والمثل الخاص بها أكيد اللي بتتكلم على الرمان سوف أعطيك بعض ما توصل إليه العلم في الرمان هذا بعض ما توصل إليه كل ما يتقادم الزمن كل ما نكتشف الأسرار الخطيرة جدا الخاصة بالرمان تحديدا من ضمن كل النباتات والفواكه والخضار اللي في الدنيا هو طبعا ينتمي إلى الفاكهة لذلك كل ما تقادم الزمن وتطور سوف نكتشف أشياء خطيرة جدا على الرمان فلذلك عليك أن لا تضيع هذه الفترة اللي موجود فيها الرمان على بركة الله الآن بعد أن أتبتنا الحقيقة أو التنويه الحقيقي من الله سبحانه وتعالى للرمان سوف ننتقل لماء البعض القليل جدا اللي اكتشف العلم على الرمان وما زال العلم سيكتشف في الآلاف السنين القادمة الخصائص والكتير جدا من الأمراض اللي يمكن قضاء لها بالرمان بسهولة جدا ولكن للأسف المهم البنية الغدائية أشهر أو أكتر الأشياء الموجودة في بنية الغدائية اللي هي الألياف 7 جرامات الفايتامينات بصفة عامة 30 جرام فيتامين كاب أو 36 طبعا في المية حمض الفوليك المهم جدا بنسبة 12% البوتاسيوم بنسبة 12% أو حمض الفوليك بنسبة 16% هذه أشهر الأشياء أو المغديات المهمة جدا 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 بالإضافة إلى عشرات ومئات من العناصر والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية الخاصة بالرمان أصلا هو الرمان في حد ذاته هو شكله غريب هو لو أنت تشوف شكله من ضمن الخضروات هو شكل غريب جدا لا يشبه أي طبعا فاكهة أو خضر تانية الحبات أيضا موجودة في الرمان لو أنت قسمت الرمانة إلى شطرين وقمت بتفريكها فلن تجد حبة توازي الحبة التانية في الشكل التحدب الخاص في الزوايا الخاصة به أو في الحجم جميع الأشكال الخاصة به هي أشكال طبعا مختلفة قال رسول سبحانه وتعالى في كل رمانة قال رسول صلى الله عليه وسلم في كل رمانة يوجد حبة من حبوب الجنة إذا أكلها المسلم أنارت ما عيدته أربعين ليلة يعني في كل هذه الحبوب موجودة في الرمان في كل رمانة موجودة حبة من حب رمان الجنة هذا أول شيء ثاني شيء بالنسبة للرمان الرمان طبعا تحافظ على شباب الخلية فمستحيل أنك أنت تصاب بالسرطان إذا كنت تأكل كل سنة الرمان في الوقت الخاص به قطعة أو قطعتين أو حتى ثلاثة أربع خمس قطعات أيضا مقوي شديد للأعصاب الناس التي لديها النوبات الصرع والهلع والفزع والخوف والوسوسة والوسوسة القهري إلى غير ذلك الرمان خطير جدا في هذه الأمور والتشاميجات العصبية مفيد لضعف النظر الناس اللي تجاوزت الأربعين مستحيل إذا كنت كل سنة تاكل الرمان بأربع خمس قطع في اليوم في الموسم الخاص به وهو مستحيل أنك أنت تصاب بضعف البصر اللي هو الطبيعي اللي ما بعد الأربعين قشور الرمان مع مطحون العسل أقوى مطهر للجهاز العصبي يحارب ويكفح ويقضي نهائيا وإلى الأبد على جرتومة المعدة أو الـ H-Pylori أو الـ Helicobacter pylori أيضا يقوم بشد الجسم أو شد الترهولات إذا قمت بعمل مغطس بالقشور الرمان أيضا فاتح للشهية ويعالج الكوليسترول واليوريا والدهون التولاتية اللي بتكون عند مرضى ضغط السكر والشارين مقوي ومنظم للقلب ومنقي شديد وخطير جدا 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 للشعب الهوائية مقوي أيضا مفيد لبحث الصوت هناك كثير جدا من الناس اللي هي بتعاني من بحث الصوت أو اختفاء حاسة الشم أيضا مقوي بشكل عام للمناعة الرمان مفيد للغاية وخطير وشديد في علاج السرطانات بصفة عامة بسبب وجود المضادات الأكسدة بنسب عالية جدا وبمكونات مختلفة أيضا مقوي للرجال بصفة عامة أيضا مقوي ومفيد لبناء المفاصل والغضريف للكبار السن أو للأطفال أيضا يعالج أي مشاكل في الرحم ويقوم بتعديل ضغط الدم إذا كان مرتفع بيقوم بتخفيضه للنسب الطبيعية وأيضا إذا كان منخفض يقوم بطبعا ارتفاع المهم بيحافظ لك عليه في النسب الطبيعية يمنع السرطان والتهاب لبروستات هذا ما اتفق عليه العلماء بيحتوي على ألياف وبوتاسيوم وفوليك أسد وفيتامين كي وفيتامين سي وزينك وسكر ومواد مهمة وأحماض أمينية وعملح مدنية خطيرة للغاية خاصة بالجسد بيحتاجها الجسد طبعا قشر الرمان هذا قصة لوحدها القشر الخاص به سوف أخصص له حلقة أخرى وأيضا القشر الخاص به هو أقوى مادة قادرة على القضاء على الجاراتيم والبكتيريا الخاصة في الجسد بوجود حمض التانيك وحمض الأليجيك اللي بيتحدوا مع بعض ويتحولوا لمادة تانية مع سكر الجلوكوز داخل الجسد طبعا حمض الأليجيك عندما يتحد مع الكلوكوز لحصول على أقوى مضادات الأكسدة ويعتبر الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين بي وفيتامين سي معا حيث يعمل هذا الاتحاد لحصول على أقوى جهاز مناعي خاص للجسم الإنسان حيث يمكن استخدام هذا المزيج الخطير جدا لعلاج مرض الإدز أو نقص المناعة اللي هو الإدز أيضا كما أنه طارد ومانع للإمساك بشكل نهائي طارد الغازات ويمنع الإمساك أيضا يمكن القضاء نهائيا على الجلطات اللي بتحدث في القلب عن طريق الرمان أولا ما هي الجلطات هناك طبعا كوليسترول بيحدث عن طريق تناول اللحوم وتناول الدهنيات والمقليات بشكل عام بيتحول كوليسترول العادي إلى كوليسترول خبيط جدا الكوليسترول الخبيط جدا يقوم بالحفر والثقب في الشرايين بعد ذلك بيحدث فيه هناك القليل من الدماء بتخرج وبيحدث هناك سددات مثل ما أنت بتنجرح الجرح بيقوم بسد نفسه والصفايح الدموية بتقوم بسد ذلك التغرى فعندما تتراكم ويتكرر النخز وتتراكم هذه الصفايح في تكوين هذه السددات بالتالي بيحدث اللي هو انسداد الشرايين الرمان بصفة عامة بيعمل على قصطرة طبيعية بدون أنك أنت تدفع لا أموال ولا شيء بيعمل على قصطرة طبيعية خصوص الناس اللي بتعمل أو بتكتر من التدخين وبتخشى الجلطات أو السكتات القلبية والدماغية فالرمان بيعمل على جلي هذه الرواسب اللي بتكون بشاريين لكن اللي عمل هذا عليك أنك أنت تعمل التالي ماهليه شروط هو هو مش مجرر أنك أنت يعني سوف تقوم بأكل رمانة وبتجلي الرواسب لا أولا بتضل من شهرين إلى غاية ثلاث شهور لا تأكل اللحوم ولا الأجبان اللحوم الحامرة ممكن تستعيد باللحوم عن طريق الأسماك والأجبان ممكن أنك أنت تستعين بالمكملات الغذائية الأخرى التي بتحتوي على الكلسي وخصوصها طبعا الأسماك خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر كل يوم تأكل خمس حبات اللي هو ما يعادل كيلو جرام من الكيلو جرام من الرمان هذه الطريقة رح تعمل على طرد جميع السموم وإزالة كافة الرواسب ورح تعمل على إزالة كل العوالق في الشرايين وبتعمل على قسطرة طبيعية ونهائية للشرايين في الجسد أي شخص يعاني من الشرايين وخاف من الجلطات هذه هي الآن فقط شهرين شهرين بس لأكتر ولا أقل الأسماك سعرها رخيص جدا في الوطن العربي بتعمل على اللحوم والأسماك ولا حتى يوم واحد بتبتعد عنها نيائية لمدة ستين يوم كل يوم بتاكل ما يعادل ستين كيلو جرام أو ستين يوم بتاكل واحد فقط كيلو جرام من الرمان رح تدهل أنت بالنتائج الخاصة بها أيضا الناس اللي عندها مشاكل في المرض السكري إذا أكلت الرمان مع الشحمة المرة الخاصة بها هناك شحمة مرة الغلاف الخارج اللي بتجدها تدخل الرمانة وأيضا هناك كل خمسة عشر رمانات بتجد فيما بينهم فاصل من الشحمة اللي طعمها مرة إذا أكلتها فهو بيعمل على أنه هو يكون بديل للأنسولين وأيضا بيكون منشط خطير جدا للبنكرياس إذا دومت عليه فترة مثل ثلاثة أشهر الناس اللي هي بتعاني من مرض السكر اللي هي بتاخذ العبوب فقط اللي بحتاج لمنشط فبتيختفي نهائيا مرض السكر وبيعمل على أنه هو منشط طبيعي جدا سوف أقوم بشرح كيف ممكن أنك أنت تصنعه في المنزل مع بعض المواد الأخرى لكي تحصل على المنشط اللي بيضلك طوال العمر وبيشفيك نهائيا وبيعمل على تنشيط دائم لبنكرياس أيضا مغلي قشور الرمان يمكن أنك أنت تعمل به غرغرة لكي يقضي نهائيا على التهابات اللتة طبعا يمكن أنك تدهم فقط بالوجه الخاص بك طبعا القشور الرمان أو مغلي قشور الرمان لكي يختفي نهائيا الشكل الخاص بالتجاعيد والعلامات الشيخوخة بصفة عامة كما أنه يمنع فرط التصبغ وإسمرار الجلد وبيعمل على تبييض خطير جدا للوجه أيضا يمكن أنه يشفي من مرض الزحار ومرض الكوليرا ومرض الكلب عن طريق تنقية الدم فقط عصير الرمان أيضا البدور الخاصة بالرمان إما عليك حل من تنين أنك أنت يا إما تمضغها يا إما أنك أنت تضع البدور أصلا في الخلاط ويقوم بهرسها وتقوم بشرب العصير لأنه هناك زيوت خطيرة جدا في البدرة الخاصة في الرمان فالرمان ستستفيد من القشور والحبوب وأيضا البدور الخاصة بي لكن المهم لا تضيف إليها السكر يفضل ذلك طبعا أيضا جميع الفواكن اللي ذكرت في القرآن فلها العديد جدا من الأسرار طبعا هذه أكتر طبعا بالنسبة لعسر الهضم يقلل من الالتهابات الأمعاء ويحسن الهضم ومفيد جدا الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القلون التقرحي والتهابات الأمعاء الأخرى هذه طبعا بعض 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 فوائد الرمان اللي توصل إليها العلم ولكن ما زال كلما تقدم العلم أكتر كلما اكتشفنا الخصائص الخطيرة جدا للرمان ولذلك ذكره الله وأي شيء ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن مع مرور العلم رح تكتشف أنك أنت كنت سادش جدا أنك أنت ما استفدتش من الرمان في الفترة الخاصة به طبعا هذا هو الموضوع لديكم أي معلومات أخرى أو أي آراء أخرى أو أي فوائد أخرى تعرفوه على الرمان يمكن كتابتها أسفل عليك أنك أنت دائما وأبدا عند مشاهد أي فيديو تنزل تقرأ التعليقات لأنها رح تجد فائل كثير جدا من ما يفيد أي مشكلة يستفسار كلمني سلام